سؤال عن هل هذا توقيت مناسب لفرض درائب جديدة أو رسوم جديدة على المواطن المصري حضرتك التوقيت مش توقيت مناسب لأن لو حضرتك جئت بصيتي للتشريعات اللي حصلت هتلاقي 99% إيجابية بالنسبة للمواطن إيجابية يعني أنا عندي وفر مالي أنا عندي في ضربة المرتبات عاملة وفر مالي لأصحاب الدخول ديت حوالي 7 مليار بتنتقس من موارد الخزانة العامة للدولة 7 مليار 7 مليار إذن لازم يكون زي ما قلنا برضو بنركز لازم أن أنا أجيب الفاقد ده أجيبه منطبة أعلى صراء ومشان بقول أن مصر ليست الوحيدة لو حضرتك رجعت لتصريحات الأجنبية هتلاقي جريد الجارديان اتكلمت النهاردة في لندن نفسها نياب تفرض ضريبة بواقع 2% توفر 20 مليار جنيه سترليني من 375 أسرة أو عائلة بريطانية فليست مصر الوحيدة اللي هي بتفرض ضريبة على منهم أصحاب الدخول الأعلى زي ما قلنا للحماية المجتمعية لو نتكلم على كمان التيسرات اللي تقدمت لأصحاب الشركات والممولين إيه أبرز النص عليه التعديلات الأخيرة بخصوص أصحاب الشركات؟ هي تعديلات طبعاً نحن من النهاردة مثلاً لو نتكلم على تعديلات بالنسبة لأصحاب الشركات إحنا عافينا سندين السصمار دي جزء مهمة جداً سندين السصمار عافينا الصندوق نفسه من ضربته يعني الصندوق أرباحه بيتمع فيها التوزيعات اللي بيأخذها نتيجة استصماره في الوسائق اللي بيتم تحصيلها من أصحاب الوسائق في شركات أخرى أيضاً بيتمع فيها أصحاب الوسائق تم خضوحهم بالنسبة لشخص طبيعي 5% فقط لغير بعدما كان 22.5% برضو للشركات اللي برضو بتستثمر على الوسائق بتاخد عائد على هذه الوسائق تم تخفيض الضريبة من 22.5% إلى 15% ده بالنسبة للشركات أيضاً عندنا بالنسبة لتكلفة الاقتناء بالنسبة لأوراق المالية المقيدة تم ميزة لسواء كان شخص طبيعي بيستثمر في الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو الشخص الاعتبالي اللي بيستثمر في أوراق مالية المقيدة إن تم تخفيض الوعاء بحتتين إن أنا بحسب تكلفة تمويل للإستثمارات لتكلفة للأموال للإستثمارات في الاقتناء في الورقة يعني مثلاً أنا جيت النهاردة اكتتبت في ورقة مالية بألف جنيه تمام فالألف جنيه أنا بحسب لهم تكلفة تكلفة إزاي؟ إن أنا بحسب لهم بجيب سعر الاقتناء والخص المعلب من البنك المركزي واضربوا في قيمة الإستثمار يديني التكلفة دي جوز إيه؟ وبعدين بخصم له كمان خمسين في المائة من الأرباح الرأس المالية النتجة ضمن التكلفة ده كان قبل كده؟ لا ده دلوقتي حالياً ده القانون التشرير الجنيه إنما كان الأول بيقول إن الربح الرأس المالي عبارة عن إيه؟ وهضرب مثال الربح الرأس المالي بيساوي قيمة البيع ناقص تكلفة الاختناء زي الثلاثة في الألف بمعنى إن أنا لو اشتريت ورقة مالية بعشر جنيه أيوة؟ وجيب بيعتها بألف جنيه وجيب بيعتها بألف جنيه فأنا بقول الربح الرأس المالي بيساوي الألف ناقص العشرة زائد ثلاثين قرش اللي هم الثلاثة في الألف من العشرة يبقى أنا عندي الخاضع له الضريبة ما يقارب سبق تسعة وتمانية وتسعة وتمانين و سبعة من عشر apt87 وربعنى عشرة جنيه 877 جنيه الخاضعين في عشر في المائة يبقى ناخد منه ضريبة 8 جنيه وربعنى آشرة تقريبا طب في الوضع الحالي قالوا لأ قالوا المية ناقص العشرة تمام كده زائد الخمسين في المية من التسعين لأن المية ناقص عشرة بتسعين اللي هو الربح الرسمال حضيف اللي هتبقى العشرة زائد الخمسة واربعين زائد الجديد إنه هيبقى خمسة في الألف بدل تلاتة في الألف هيبقى خمسة في الألف يبقى أنا المرضى الربح الرسمال هيساوي المية ناقص العشرة زائد الخمسة واربعين زائد النص يبقى أنا عندي خمسة وخمسين جنيه ونص معفيين من المية يبقى أنا اللي بنخض عندي اربعة واربعين وستة من عشر ردود الأفعال على قرار دائفا الضريبة نزلت من تمانية جنيه وتمانين قرش لضريبة اربعة جنيه وستين قرش يعني هبوط شديد هبوط شديد اللي حضرك بتقولي انت ليه بتبص لان انت جبت وروح تخذ ضريبة من جزء انا عندي ضريبة الاربعة رسم الله دوعاء من الاوعية اللي انا بفرض على ضريبة فلما بفقد الجزء ده بفقده علشان اعمل عدلة اجتماعية بين المواطن الشخص الطبيعي ليه التعديلات دي جاي علشان اعمل موأمة بين الشخص الطبيعي اللي بيحط امواله في بنك وبياخد عائد معفي من الضريبة وبين ممول بيخاطر بامواله في سندية استثمار او في البورصة وبياخد عائد خضع للضريبة بسأر قطعي 10% نحن بنشجع الاستثمار في البورصة وفي السندية نشجع الاستثمار في البورصة وفي السندية الاستثمار طبعا ميزة تانية جات برضو موجودة علشان الميكانة وعلشان تحاول مصر رقمي ان انا بنقول لأي شخص طبيعي بيحتفظ بالفاتورة الالكترونية او بيطالب ان يكون عنده فاتورة الالكترونية في معاملاته مع التاجر سواء كان مصنع او تاجر جملة او تاجر تجزئة او الاصال الالكتروني في حامل التعامل مع طبيب او محاسب او مهندس او اي خدمة بيخدها من اصحاب القطع بنقول لو انت احتفظت بالفاتورة الالكترونية والاصال الالكتروني انا بديك تخفيض من الضريبة المستحقة عليك بواقع 5% يعني كل بيسجلوا في الضريبة الالكترونية او في الفاتورة الالكترونية هيبقى بيتمتع ببعض المميزات ده بيحتفظ يعني حضرتك موظفة او صاحبة نشاط ورعتش تلاجة او غسالة او تجازة او اي ان كان الشيء المشترى يعني واحتفظت او طرقتي من الممول من البائع بفاتورة الالكترونية او من مؤدل خدمة لحضرتك بالاصال الالكتروني او بالفاتورة الالكترونية وجيت بحزبك في نهاية السنة وطلع عليه على حضرتك الضريبة 100 جنيه فانا بخصملك 5 جنيه واطلب من حضرتك 95 جنيه دي ميزة موجودة في القانون